ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ولامس نسبت المصلحة الولائية لشرطة القضائية بولاية امن فاس وحسب جريدة الصباح فقد احالت المصلحة الولائية المتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمته وحسب جريدة الصباح فقد احالت المصلحة الولائية المتهم على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمته زوال اليوم الاثنين بعد متابعته بتهمة التحريد على الفساد والتحريد على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرطة العلينية والمشاركة في ذلك وامرت النيابة العامة بوضع صاحب اغنية شوركو بياتاي رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي في اطار بحث الناباشرة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الشكاية قدمت اطراف مختلفة تتهمه وزميله وتجدر الاشارة ان موقع اليوتيوب كان قد حدف اغنية شوركو بياتاي المتير للجدل بسبب حملة التبليغات